نجبنا ما يؤكد انه فيه واحد عندنا تحولت عينته من ايجابية الى سلبية وبالتالي احنا بقنا 15 شدنا الشدة والبسنا الشرطة والفانيلا وروحنا الملعب تمام؟ تمام اعترف بقى وانجز وخلص بقى عشان الناس تلعب كرة علشان خطر نبتقل لا علشان خطر تبطلوا بقى الشغل ده لا احتجاجات ورفض وبالتالي منتخب مصر لا يخوض هذا اللقاء في صورة كارثية تعمق الى حد كبير ما يقوم به الاتحاد الافريقي من كيل بميكيلين واضح وصريح بما لا يدع مجالا للشك ان هناك نية باي طريقة لابعاد هذا المنتخب وابعاد هذه الدولة من انها تستمر في هذه البطولة اصبح امر لا مرأة فيه ظلم واضح حاجة في منتهى العجب العجاب اللي هو دم كفور اخوانا احنا بقلنا كام يوم عملين اتكلم في الحتة دي اخوانا الحقوا اعملوا زي ما الناس ما بتعمل روحوا احتجوا قابلوا الناس قابلوا اللجان بتاعت الاتحاد الافريقي اعملوا زي ما الناس ما بتعمل بيه لان احنا مش صغيرين احنا مش صغيرين كرة المصرية مش صغيرة كلام الفاضي اللي حصل ده كلام ما ينفعش يحصل معانا واللي انا عارفه كويس اوي واللي متأكد منه انه في الوقت اللي انا بكلم فيه حضراتكم جاري العمل على قدم وصاق داخل اتحاد الكرة سواء من ارسال احتجاجات او عرض للموقف بصور مختلفة بكل اوجه الاختلاف للعودة مرة اخرى بحقوق هذا المنتخب اللي اخذت بالكذب وبالظلم والقهر ايضا لانه مفيش حد في الدنيا عنده منطق وعنده عقل يقول انه مطشين تعتبر فيهم هذا الفريق ونسحب على لعيب ده انت عملت استثناءات لطوب الارض ده انت ممشيها حبي ده انت ممشيها فيديو كونفرنس طول الوقت ده انت ممشيها هنا ننقل من هنا نوديها هنا وحمد زعلان نجيبها عند ابو علي وابو علي مش عاجبه فننقلها في الحتة الفلانية جات عندنا بقى والتنحة اشتغلت جات عندنا وهي دي اللوايح اقسم بجلال الله ولا كان ليه عين اتكلم ولا ليه لسانة افتح بوقي لو ده كان بيحصل مع كل الناس اقسم بالله لو لووايح الاتحاد الافريقي دي كانت بتتطبق على كل الناس يعني كل الناس اقسم بالله ما كان حبق الواحد اللي عنده عين ولا لسانة ينطق هننطق في ايه؟ لوايح بتساعة ولا لوايح انا ما هعمل ايه؟ دي لوايح اللوايح دي اللي هي ايه؟ هتبقى حرمت ناس قبل كده لكن يا اخ انا ما شفتش حد يعني اتعامل معا زي احنا وإحنا منتخب كبير والكرة بتاعتنا كرة كبيرة على كل اللي انا متأكد منه انه جاري تجهيز كل الاوراق والمستندات اللي بتؤكد انه منتخب مصر عنده احقية كبيرة جدا جدا فيما يتعلق بشأن سواء اللاعب بتاعنا اللي اجريت له المسحة وانه كان يحق له المشاركة وانه ما حدث كان تعنطا وظلما واضحا اللي بطلبه واللي بتمناه واللي عايزه انه الناس في اتحاد الكورة ما تنساش حق البلد دي وانه هي تشتغل بجد بقى ما تسبوهش علشان ده حيفرق معنا كتير جدا جدا فيما هو قادم فيما يتعلق برؤية العالم الافريقي لنا هل احنا سهلين بالبلد دي كده لحمنة طري ولا ما ينفعش اللي حصل معنا اتعشم لانه الحقيقة يعني هو امر يحرق الدم بكل ما تحمله الكلمة من معنا